اشتركوا في القناة هذا صديقي يعمل ميكانيكي والشحمة زي ما بتعرفه ميكانيكي بتنقط على رأسه فشاف في عملي في قطاع شبابي شيء من الترف الفكري ونوع من المثاليات وحالة رفاهية لا يرى بأن هذا العمل ذو أهمية أو أنه عمل قد يخلق فارقا لأن الجائع يرى العالم خبزا لا يرونه شيئا آخر قضيتنا الأساسية كما تحدث في بداية الأمر هي ارتفاع الأسعار كشباب موجودين في محافظة الكرك وطبعا في الوطن كل لياتنا حالنا سواء أعتقد نعاني حقيقة نحن نعاني لأنه أنا بشوف أبوي قاعد بالدين آخر شهر مشان يعطيني مصعوف حقيقة جيوبنا لم تعد حلا لحل مشاكل الاقتصاد في هذا البلد نحن نعاني حقيقة والجميع يعاني أنا متأكد زملائي كلياتهم اللي بأخذوا مصاريف لازالوا من أولياء أمورهم مصاريفهم انخفضوا شكرا يعني أخوي في الجامعة أنا كنت أخذ أربع دنانير أخوي صار يأخذ ثلاث دنانير وإيش بكفوا ثلاث دنانير كلكوا عارفين يا شباب ما بسووش فمعاليكم هاي قضيتنا الأساسية دائما إذا بدنا نبدأ في حل مشكلة حقيقية لا بد أن نبدأ من هرم ماسلو بقاعدة هرم ماسلو هناك حاجات أساسية هناك الحاجات الفيسيولوجية والحاجة إلى الأمن والحمد لله شباب الوطن هم اللي بحفظوا على أمن هذا البلد شباب الكرك لما صارت أحداث القلعة أول ناس راحوا يفتدوا أرواحهم مشان إحجارة القلعة فما حد براهن على وعي أبناء هذا الشعب والأمن والأمان هذا إحنا اللي نقدمه ما أحد بدفعنا ضريبته ولا أحد بحملنا جميلة الأمن والأمان لأنه هاي قضيتنا حقيقة وإحنا منحب البلد وإحنا أبناء هذه البلد إحنا منعيشهم منموت فيها إن شاء الله أنا بدي أقترح حل بسيط يتعلق بالكرك حقيقة وأتمنى أن يطبق هذا الحل في كل مكان سأقترح حل الإبداع لمعالجة بعض المشاكل التي نعاني منها إلا أني كعضو مجلس إدارة في نادي إبداع الكرك أرى بأن الشباب بدأوا ينسحبون لإيمانهم بأن الإبداع أصبح قضية رفاهية الإبداع ليس حلل لا يرون في الإبداع حلل بلرغم من أن نقدم أدوات كريادة الأعمال وكبناء المشاريع الصغيرة إلا أن الشباب لم يعد مؤمنا بهذا الشيء وهذا مؤشر خطير ومن المؤشرات الخطيرة التي لابد من التنويه لها أن الغضب في الشارع يزداد وكلكم شايفين كلكم بتعرفه المواطنين لم يعودوا مثل أول بطل في طاقة استيعاب كبير بطلوا الناس يتحملوا زي أول أنا أقدم الإبداع كحلا حتى نخرج من هذه المشكلة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية استطاعوا أن يبنوا يابان جديدة وهي حرب جميعنا يعلم قضت على اليابان تماما إلا أنهم استطاعوا النهوض بالإبداع فأنا أدعوكم جميعا لدعم أي جهة ترعى الإبداع وتساهم في دعمه في هذا الوطن ويعني في حقيقة الأمر نادي الإبداع أنا لن أكون متحيزا إنما هي قصة نجاح استطاع معالجة حالات تطرف استطاع خلق فرص عمل للشباب لما تعطي الشب أداة كما يقول مثل لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد أنا أتمنى من معاليكم دعم المؤسسات التي تقدم أدوات لتمكين الشباب حتى يستطيعوا إعالة أنفسهم بمعزل عن طلبي مصروفي من ولي أمري لأنهم لم يعودوا قادرين على استيعاب هذه المصاري وشكرا جزيلا لحسن الإسلامة